المسيح طبيعة أم طبيعتان هذا موضوع الحلقة اليوم أهلنا حباء المشاهدين أصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون بركة روحية لحياتك موضوع كتير كتير مهم نشوف تعليقات كثيرة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وكتير من الناس بتهاجمنا بتهاجم الكتاب المقدس بتهاجم المسيحيين من غير ما تدرك ما هو إيمان المسيحيين كتير عم بهاجم بغض النظر شو السبب وما هي الأغراض من وراء الموضوع هل يهاجم الشخص لإخفاء حقيقة معينة لإخفاء إله أو نبي مثلا أم يهاجم لأنه مش عاوز يعرف أو عاوز يكتشف وبعدين اتهامات للمسيحيين كأننا نشرك بالله وكأننا نعبد ثلاثة آلهة لا عزيزي نحن لم نؤله المسيح فالمسيح ليس إنسانا وجعلنا منه إلها الله اختار من محبته الشديدة محبته العجيبة الفائقة اختار أن يتخذ جسد في ملء الزمان بدون ما أنه يتنازل عن اللهود وحتى يقوم بدور الفادي وهذا ما رح نعرف أكتر عنه في هذه الحلقة فأنا بدعوك في البداية اسمع هذه الحلقة صلي إلى الله أنه يفتح قلبك يفتح عينيك حتى تستوعب هذه الحقائق يمكن لأول مرة تواجه صعوبة لكن كل إنسان بيحب الله كل إنسان بيبحث عن الحق كل إنسان بيبحث عن المعرفة لابد أن تصطدم بيسوع المسيح فدعونا الآن نشاهد هذا الوقت الحلقة ونتكلم عنها وأنا متأكد رح تكون بركة لإلك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير رح نتكلم عن هوية المسيح طبيعة أم طبيعتان يصرنا أن أستضيف إلى هذا البرنامج الأخ عياد ظريف خادم الرب وطبعا هو شخصية معروفة نشوفه على القنوات الفضائية في البرنامج المشهور كل الكتاب نحن نرحب فيك أهلا وسهلا أخ عياد أهلا بك سيستن ظهار وأهلا بكل المشاهدين موضوع يمكن صعب لأول وهلة على الكثيرين وإحنا محتاجين عمل الروح القدس حتى كمان نفهم هذا الموضوع السؤال كان المسيح طبيعة أم طبيعتان وخليني في البداية يعني نتكلم عن هذا الفكر تعطيني كزي مجمل بالأول عن شو يعني لما بتسمع هذه الكلمة الطبيعة أم اتنين شو اللي بيخطر في بالك لأول وهلة يعني عندما يأتيني هذا السؤال دائما أدرك أن الشخص أمام صراع فهو يتقابل مع شخصية المسيح في الأناجيل الأربعة والتي تتكلم عن سيرة المسيح بعبارات صريحة جدا تؤكد أنه إنسانا مثل أنه ولد وأنه عاش وأنه أكل وأنه شرب وأنه جاع وأنه نام وأنه تعب وهذا الذي يقف أمام هذه التعبيرات يقف أمام تعبيرات إنسانية إنسانية بحتة لكن أيضا هناك إعلان كامل على أن المسيح هو الله بتصرحات بفم المسيح ورسل المسيح فالإنسان الذي لم يشرق نور الإنجيل على ذهنه بعد يقف أمام هذا الصراع هو المسيح إنسان كما تقول أقوال الأناجيل ولا هو الله أيضا كما يرد في بعض أجزاء الأناجيل وكيف نوفق بين هذين الفكرين هو لي طبيعة ولا لي طبيعتين فالحقيقة السؤال ده ممكن ينوم عن صراع فكري بين شخص تصادف وتقابل مع أجزاء كتابية تقول أن المسيح إنسانا لكن أيضا هو صراع فكري مرتبط بالهوية ما هي الهوية؟ الضلال والتيهان معروف أنك عندما تجهى هوية المكان الذي أنت فيه أو الذي أنت ذهب إليه أو تجهل هوية الشخص الذي تتكلم معه فكثيرون يجهلون هوية المسيح ولا يرون فيه إلا إنسانا نبيا معلما عظيما ولد وعاش ثم يقال أن الله أخذه إلى السماء دون أن يموت بموت الصليب لكن هناك تصرحات كثيرة تقول أنه ليس مجرد إنسانا هو الله الظاهر في الجسد فهذا ينشي أيضا نوع من الصراع إذن الصراع ناتج عن أجزاء كتابية تقول أنه إنسان وأجزاء أيضا أخرى تقول من هو المسيح هوية المسيح وهذا هو التيهان والضلال عن شخصية المسيح كمان عاوز يعني أسأل سؤال إن هوية المسيح مش غامضة وفكر الله مش غامض ومنشوف إنه فيه تسلسل في الكتاب المقدس اللي الله بيتكلم ما نسميه تدرج بالإعلانات وهذا التدرج بالإعلانات يمكن ما شفناها شي الصورة واضحة في العهد القديم شفناها يمكن أوضح في العهد الجديد لكن حقيقة إذا المسيح بنتكلم عنه هو الله الظاهر في الجسد فهل فيه دلائل من العهد القديم اللي بتكلمنا عن المسيح ظهر الله في الجسد في ملء الزمان في ملء الزمان عندما ولد المسيح فالأنجيل بداية العهد الجديد تشرح لنا حادثة ميلاد المسيح في ملء الزمان لكن قبل أن يأتي المسيح كانت هناك إرهاصات كانت هناك مؤشرات كانت هناك نبوات كانت هناك رموز كان في الظهورات ما جاء المسيح طبعا يعني أعتقد أنه من ضمن الإظهارات القديمة اللي بنقول عليه تدرج الإعلان أن هناك وعدا في تكوين 3.15 عن ما يسمى نسل المرأة فهناك من سيأتي من المرأة يسمى نسل المرأة الذي له عمل على الأرض أن يصحق رأس الحي لكن إلى هذه اللحظة مش عارفين مين هيجي إزاي إلى أن الله بدأ يعبر عن نفسه ويعلن عن نفسه لتهيئة الذهن البشري لحديثة التجسد فبدأت إظهارات أو تجليات أو ظهرات في العهد القديم تقول لنا أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان عايز يوصل لغاية عنده مش بس الله يتكلم للإنسان يعني العلي يصل إلى الأرض زيارات إلهية للأرض فمثلا من ضمن الزيارات الإلهية للأرض في هيئة جسمية وإن كان ليس تجسدا قبل التجسد في تكوين 18 عندما ظار الرب أبرام إبراهيم وهو جالس في باب الخيمة وكان معه ملكان ويقول لنا الكتاب أنه عندما ظاره الرب في وقت حر النهار في باب الخيمة في تكوين 18 الحديث الدائر بين إبراهيم وبين الرب يؤكد أنه ليس مجرد ملاكا أو ليس مجرد زائرا من ضمن زوار ثلاثة لكن مثلا الأجزاء الكتابية تقول إن إبراهيم ركض وسجد له سجد لهذا الزائر الإلهي وبدأ يتكلم معه الرب أعطاه وعدا أن يأتي بإصحاق نحو زمان الحياة وبعد كده لما أخذوا على مشارف يودعوا تكلم عن خراب سدوم فقال إبراهيم هذا العبارة شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد تتكلم مع من يا إبراهيم يقول المولى من هو المولى هذا الذي أمامي الآن فإبراهيم أدرك أن الذي يكلمه الآن ليس زائرا عاديا ولا حتى ظهور ملائكة عادي لكن هو المولى والمولى ده اسم من أسماء الله في العهد القديم فهذا ظهور من ضمن الظهورات التي بدأها الله يزور بها البشرية ليهيئ الزهن البشري لفكرة التجسد في ملء الزمان آسف لا الدليل أنه كمان الملكين تركوا الرب وراحوا لسدوم فإبراهيم استمر بالحديث مع هذا الظهور اللي بتتكلم عنه يعني إبراهيم سجد له هو ولم يسجد للثلاثة لأنه ميزه إبراهيم تكلم معه وأخذ وعدا بميلاد إصحاق إبراهيم أيضا قال له شرعت أن أكلم المولى فهو يكلم الراب وأنا تراب ورمات فهذا دليل من الأدلة التي تبرهن أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان قبل التجسد لتهيئة الزهن البشري لمجيء المسيح بالإضافة إلى طبعا النبوات التي تكلمت عن حتمية ظهور الله في الجسد عند الشاهد المشهور جدا في إشعية 7-14 يعطيكم السيد الرب نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عم نؤيل يفصل لنا متى معنى كلمة عم نؤيل أنه الله معنى ما معنى كلمة الله معنى مش بس الله معنى في الظروف الصعبة والتجارب لكن الله معنى يعني الله ساكن السماء صار معنى في الأرض دخل إلى حيز العالم فصار معنى فهذا أيضا إعلانا كيفية كمان عن طريق الميلاد العذراوي هل عذراء تحبل هل عذراء تحبل وتلد ابنا الميلاد العذراوي أي أن الله العظيم سيزور الأرض في هيئة جسمية في صورة البشر ويكون في وسطنا عوز أرجع لصفر التكوين لما ذكرت عن إبراهيم شرعت أن أكلم المولى لكن واحد من التعبيرات لما الله تكلم بقول أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله فعم بشارك إبراهيم في الشيء اللي رح يسير لأنه لوط أوردي موجود في سدوم وعمورة والله خلاص أمر بالقضاء على المدن السهل ما يسميه الكتاب المقدس وعم بعطي فكره عم بشرح لإبراهيم فإبراهيم قال عبارة أديان كل الأرض ألا يصنع عدلا؟ تمام شو رأيك؟ ديان كل الأرض هذا اسم من أسماء الله نعم فالله هو المولى الله هو ديان كل الأرض وبكل تأكيد كان إبراهيم يكلم هذا الزائر ويدرك أنه هو ديان كل الأرض وهو أيضا المولى نعم الله هو ديان كل الأرض ونفهم من باقي أجزاء العهد الجديد أن المسيح هو الذي سيدين من مثلا يوحن خمسة لأن كل الدينون أعطيت للإبن فهذه براهين متزايدة ومتدرجة عن هوية المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان إذا ممكن تعطينا أمثل أكتر كمان من العهد القديم لأنه أنا الغرض من الموضوع أخي عياد وإنت بتخدم الرب وبتشوف هذه الأسئلة بشكل متواصل عن هذا الموضوع إنه ما هياش فبركة مسيحية عملناها في العهد الجديد إنه اللي عاوز أنه نصل لأ في إعلانات موجودة في العهد القديم عن هذه الظهورات اللي بتتكلم عنها يعني خلينا نتافق على مبدأ أن المسيح له وجود سابق قبل أن يولد في الجسد أنا وكل البشر لم يكن لنا وجود سابق نحن بدأنا الحياة منذ الولادة لكن الوحيد الذي يقال عنه آتيا إلى العالم أرسل إلى العالم دخل إلى العالم أدخل إلى العالم هو شخص المسيح مما يعني أنه كان له وجود سابق فالعهد القديم التسعة وتلاتين سفر أو بحسب التقسيم اللي كان معروف النموس والأنبياء والمزامير كلها هي في تدرج إعلاني عن مجيء المسيح سواء كان في النبوات أو في الرموز أو في الظلال أشرت إلى مشهد زيارة الرب لإبراهيم وأشرت إلى نبوة في إشاعية سبعة أربعتاشر وأيضا في إشاعية تسعة ستة ميخة خمسة نين اللي بيقول لنا أنه سيولت في بيت لحم منك يخرج لي الذي يرعى شعبي مدبر يرعى شعبي الذي ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فهذه النبوة تقول لنا من الذي سيولت في بيت لحم ليس واحد إنسانا عاديا بدايته في الزمان لكن له وجود أزلي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل هناك أيضا الرموز إذا ذهبنا إلى خيمة الاجتماع سنتقابل مع قطع خيمة الاجتماع والتي كلها تتكلم عن شخص المسيح لكن هناك رمز واضح جدا بدأه الروح القدس في سفر الخروجة صحة 25 كأول قطع للكلام عنها في قطع خيمة الاجتماع السابع وهي التابوت مما يصنع التابوت يصنع من ذهب نقي ويصنع من خاشب الصن عندما يتكلم الكتاب عن كلمة ذهب نقي فإنه يشير إلى اللهوت عندما يتكلم عن ذهب فقط مش نقي يتكلم عن التبرير عندما يتكلم عن الصن فهو يتكلم عن طبيعة بجانب الطبيعة اللهوتية وهي الطبيعة النسوتية لماذا خاشب الصن؟ خاشب الصن الذي لا يعرف الفساد لا يعرف السوس وكأن التبوت هو عبارة عن مادتان الذهب النقي وخشب الصند والتبوت من خلال دراستنا لخيمة الاجتماع ندرك تماما أنه الذي كان يقدم عليه على الغطاء التبوت ورش الدم في يوم الكفارة يتكلم عن حضور الله الذي كان يحل على الغطاء التبوت يتكلم عن شخص المسيح نفسه كما كان التبوت له خامتان الذهب النقي والخشب أيضا المسيح ده إشارة ورمز وإرهاصات ومؤشرات تقول لنا عندما سيأتي المسيح سيكون ذو طبيعتين الطبيعة اللاغوتية الذهب النقي والطبيعة الناسوتية خشب الصند الذي لا يعرف الفساد إذا سرنا أيضا في باقي أجزاء الكتاب المقدس نكتشف أن رب أعطى الشعب في سفر الخروج المن لكن قبل ما ينزل المن يقول لنا الكتاب عنه كان ينزل المن مع ساقيت الندة يعني لازم الله ينزل الندة أولا وبعد كده ينزل المن والحقيقة الندة نفهم من خلال سفر التثنية صاحة 32 أنه يتكلم عن كلام الله والنبوات يغطل كالمطر تعليمي وكالندى كلامي وكأن قبل أن يأتي المن إلى الأرض يسبقه النبوات التي تشير إليه ومن هو المن من خلال يحن 6 المسيح هو المن النازل من السماء خبز الله النازل من السماء فكان يجب أن يسبق مجيء المسيح نبوات لحصرة لها وإشارات ورموز تؤكد لنا أن المسيح سيأتي مكتوب عنه مكتوب عنه في أصفر موسى في المزامير في الأنبياء إشارة الحية النحسية تتكلم عن شخص المسيح إشارة التبوت زهب نقي وخاشب تتكلم عن طبيعتي المسيح الزيارات الإلهية التي رآها إبراهيم تتكلم عن طبيعتي شخص المسيح اقتباست الشعياء صحاح 9 آية 6 وهنا بشوف تمييز في الكلام لأنه يولد لنا ولد هذا اللي رح يولد في بيت لحم كإنسان مكتوب إلها قديرا مكتوب عنه إلها قديرا أبا أبديا يعني ما فيك تقلل من قوة هذه الكلمات ولا سيما اللي فهم اللغة العبرية الجبور إله قدير إله جبار فمش نص إله ولا ربع إله ولا مجرد يعني بيتكلم اللي رح يولد في ملء الزمان هو الإله القدير عارف حضرتك تشاهد الحضرقة قبسته مملوء بالإعلانات يولد لنا ولد ونعطى ابنا وبحسب الوحي اللفظي في هذه الآية لم يقل يولد لنا ابنا لكن نعطى ابنا فالمسيح هو ابن الله الأزلي قبل أن يولد لكن سيولد لنا ولد يعني صار ولدا بالولادة لكن هو ابن الله الأزلي أي له وجود سابق قبل أن يأتي إلينا في الزمان ونعطى ابنا ودنا خمس أسماء لهذا المولود هو عجيبا هو مشيرا هو إلها قديرا زمعك أشرت هو أبو الأبدي أبا أبديا أو أبو الأبدي وهذا اسمه من أسماء الله هو منشئ الأبدي هو مصدر الأبدي هو رئيس السلام هو منشئ السلام وسيد السلام هذه الأسماء الخمسة أما سميه الاسم الخماس للمسيح لم ترت إلا مرتبطة بشخص الله فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد وإشارات خمسة عنه قبل أن يولد في ملء الزمان يعني واحد من الأسماء يهوى شلوم اللي هو سلام بيتكلم عنه في أفسس لأنه هو سلامنا يعني مش بس رئيس السلام هو إله السلام وهو سلامنا تمام يعني بيتكلم عن شخصية المسيح طبعا يعني في أفكار كتير في العهل القديم لكن قبل ما أتوجه للعهل الجديد رح أخذ فاصل بحيث أنه اللي بشاهدونا هذه حلقة بث مباشر منحبة نسمع منك إذا عندك تعليق عندك سؤال استفسار رح نفتح الخطوط بعد قليل سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المسيح طبيعة أم طبيعة؟ على فكرة يمكن اللي بشاهدونا يمكن بالنسبة للساتيليت في تقطيع لساتيليت الهواء لكن برضو كمان فيكو تشاهدونا على الانلاين بث مباشر أو على الفيسبوك كمان بث مباشر عندك يعني كده اوبشن لفيك تتشوف هذه الحلقة لايف بث مباشر حكينا شوي عن العهد القديم أخ عياد لكن بتهيأ للإعلان الأكمل هو في العهد الجديد بالنسبة للطبيعتين ليسوع المسيح تفضل تمام كان العهد الجديد لزاما أن يكون بهذا الشكل ليشير إلى مجيء المسيح ويقول أنه سيأتي إلى أن يأتي المسيح ويصرح عدة مرات أنه مكتوب عني وعندما ورد المسيح وفي أحداث الميلاد والصبا يقول مت عدة مرات لكي يتم ما جاء بالأنبياء لكي يتم ما هو مكتوب بالأنبياء فكان مجيء المسيح إتماما لأقوال الأنبياء وصل إلينا المسيح كيف وصل إلينا فكرة أن الله العلي يتجسد هذه فكرة أبعد ما تكون عن ذهن الإنسان عن الذهن البشري فدائما ظن الإنسان أن الله في العلا أن الله بعيدا عن الإنسان وظن الإنسان أن عليه أن يذهب هو إلى الله أن يجاهد وأن يكتهد وأن يبذل الجهد كي يصل إلى الله لكن الإعلان المسيح يقول للإنسان أنت عاجز ولن تستطيع أن تقترب مني أن تميت أنا سآتي إليك فالإعلان المسيحي أن الله العلي أخذ صورة إنسان الكلمة صار جسدا وحل بيننا الكلمة الله الأزلي اتخذ له خيمة كخيام البشر كلمة حل بيننا الوردة في يحنى واحد هي ذاتها خيم بيننا فنحن نسكن في خيام نعم البشر بأجسادهم الأجساد هي الخيام الروح تسكن في خيمة تدعى الجسد فالله حل في خيمة أيضا مثل البشر لكنها خيمة تختلف عن كل الخيام أخذ جسدا أو اسم شبه الناس فيه كل مقاومات الحياة على الأرض من لحم ودم لكن يخلو تماما من الخطير وصل إلينا الله تجسد في المسيح أخذ جسدا هذا الجسد تكون في رحم العذراء بدون أي زرع بشري بدون أي تدخل إنساني سألت القدس العذراء مريم كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العالية تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهذه إشارة من ضمن الإشارات الابتدائية في إنجيل وقالت تقول لنا من هو المسيح هو إنسان سيحبل به في رحم العذراء نسوت لكن ليس مجرد نسوت هو القدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله القدوس ده اسم من أسماء الله المؤمنون صاروا قدسين لكن المسيح هو القدوس الحق فهذه واحدة من الإشارات الأولى عندما ولد المسيح التي تقول أن له طبيعة ناسوتية سيولد بها من رحم العذراء لا هتية الله حلى في هذا النسوت الله سر أن يحل في هذا النسوت وولد المسيح وولد المسيح وكان في ذات الوقت هو الله الظاهر في الجسد مع أنه كان طفلا مقمطا مدقعا في نسوت ده المشهد الأول الإفتاحي للأناجيل وحياة المسيح يعني والكتاب واضح جدا حتى في اللغة العربية اللي هي شبيهة لنفس الكلمات العبرية كادوش ذي كاديش قدوس وقديس فبيميز لغويا بين يعني القدوس هو الله والقديس بيتكلم عن الإنسان المسيح في حياته على الأرض كان بيسأل التلميذ مرة أسألهم في قيصرية فليبوس من يظن من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان ومرة بيحكي لليهود ماذا تظنون في ابن داود فكان بيسألوا كانت الأجوبة هي تعبير عن إيش الناس بتفكر عن المسيح تمام ولد المسيح بدأنا بالميلاد أدركنا أنه في حدثة الميلاد ظهرت طبيعتي المسيح اللهوت والنسوت القدوس المولود منك يودع ابن الله قدوس لهوت مولود نسوت اتحاد كامل عاش المسيح الأناجيل لم تتكلم كثيرا عن طفولة المسيح إلى أن نتقابل مع المشهد الافتتاحي لخدمة المسيح الجهرية في سن الثلاثين سنة نعم في سن الثلاثين سنة قبل أن يذهب المسيح للخدمة كان لابد أيضا للإعلان أن يظهر مرة أخرى من هو هذا الحال في وسط الشعب هل هو مجرد إنسان؟ ففي مياه المعمودية في متة ثلاثة ذهب المسيح ليعتمد كأنه إنسان نعم كإنسان بلا خطية لم يعترف بخطية لأنه ليس له خطية فكإنسان نزل إلى مياه المعمودية لكن هو ليس مجرد إنسان كيف ظهرت الطبيعة الإلهية الروح القدس جاء واستقر عليه والآب شهد عنه أن تبني الحبيب بك سرر وهنا ظهر لاهوت المسيح وناسوت المسيح مع بداية خدمة المسيح الجهارية كان لابد لليهود أن يدركوا من هو المسيح وللتلاميذ أن يدركوا من هو المسيح يحن أشار في إنجيله إلى حديثة المعمودية ويقول وأنا لم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني قال الذي طرى الروح نازلا عليه هو فأدرك من خلال استقرار الروح القدس عليه أنه ليس مجرد إنسان هو الله الظاهر في الجسد إلا أن طرح المسيح السؤال الذي سألته في قيصرية فلوبوس يعني عاوز أقول حتى خلال المعمودية لما كان يحن المعمداني بيتكلم يعني أعطى أعظم الإعلانات عن شخص وهوية يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم تكلم عن أن المسيح ابن الله تكلم عن المسيح سابق لوجوده كان قبلي وتكلم عن المسيح الديان يعني يحمل الرفش والآخرة وهكذا إعلانات حتى من خلال يعني الناس اللي كانت عم بتشاهد المعمودية ويحنى المعمدان عم بيوجه أنظار التلاميذ إلى المسيح كانوا يدركوا إعلانات كبيرة ضخمة بصراحة عن هوية هذا الشخص صحيح صحيح شهد المعمدان عنه عدة مرات بعظمتي نتذكر أن المعمدان ارتكد في رحم أمه عندما سمع صوت سلام القديسة العذراء المتوبة مريم الإعلان اللي قاله المسيح بعد كده في قيصرية فولبوس وده بقى حجر الأساس في من هو المسيح فجاء من يقول للناس أنه أنا ابن الإنسان من يقول أنه إليه من يقول أنه إرمية من يقول أنه واحد من الأنبياء لكن بطرس بإعلان من الآب قال له أنت هو المسيح ابن الله وهذا الإعلان إعلان كامل عن من هو المسيح ابن الله يعني المعادل لله يعني المعبر عن الله يعني الموازل لله والمساوي لله والمعلل لله ليس خرج من الله ابن الله مش معناه خرج من الله لكن هو مع الآب والروح القدس أزلا أبدا قال له المسيح طوب لك وكأنه يقول هذه هي الإجابة الصحيحة بالتحديد عن هذا السؤال من هو المسيح؟ من هو المسيح إنسانا نبيا عظيما معلما لكن هو الله الظاهر في الجسد وعلى مدر كلام بقى المسيح وكلام الرسل فيما بعد بوليس يقول في كلوسه واحد أنه صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة ويتكلم عندئذ عن عمله على الصليم ويقول ويصالح به الكل لنفسه صنيع عن الصلح بدم صليمي فالمسيح كان ينبغي أن يعلن في مواقف كثيرة من هو من هو بلهوته ومن هو بنسوته كما جاء في إعلان قيصرية فلوبوس وحتى يعني وإنت تقرأ كلمة الله بتصطدم من الأحداث العادية عن طبيعتين المسيح مثلا مع المرأة السمرية أو شفاء المرفلوج حكي لنا شوي معجزات المسيح نتقابل هنا مع مقابلات المسيح ومعجزات المسيح مقابلات المسيح دائما كانت تبارن عن من هو المسيح ليس مجرد إنسانا لكن حتى الأقوال التي كان يقولها والتعبيرات التي كان يعبر بها كانت تبارن عن هويته عن ألوهيته مثلا في يحنى أربعة في يحنى أربعة تقابل مع المرأة السمرية ناسوة المسيح إنسانية المسيح الكاملة طلبت أن تشرب من السمرية أعطني لا أشرب القارئ العادي يقول أنهم إنسان وأنا وافق القارئ العادي ويقول أنه نعم إنسان لكن ليس مجرد إنسان وإذ تعب يسوع من الصفر في يحنى أربعة يقول لنا إنه نتعب يحنى أربعة يقول لنا إنه طلب من إمرأة أن يشرب لكن أثناء الحديث يغبرها بأسرارها ويغبرها بمضيها ويقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن يقول لك أعطيني لأشرب لا طلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا وده السؤال أو تصريح في منتهى القوة من الذي يعطي الماء الحي هو الله نفسه الذي يعطي الماء الحي فهنا ظهر لهوت المسيح في علم الغيب وفي منح الحياة وظهر نسوة المسيح وهكذا في مقابلات المسيح كثيرا نتقابل مع لهوت المسيح ومع نسوة المسيح دعي المسيح لكي يأكل في بيت واحد من الفرسيين كإنسان قبل الدعوة في لؤ سبعة كإنسان قبل الدعوة كإنسان جلس على المائدة كإنسان كان في وسط الضيوف لكن كالله عندما دخلت امرأة خطأة في المدينة قال واحد من الفرسيين الجالسين لو كان هذا من الله لعلم من هذه المرأة أنها خطأة فعلم يسوع ما يفكر فيه فهو علم الغيب وكلمه بما كان يفكر فيه وأعطى الغفران لهذه المرأة قال لها اذهبي إيماني قد خلصك مغفورة لك خطأك أعلن أنه صاحب الغفران يمنح الغفران كاشف الأسرار كله العلم فظهر نسوة المسيح وظهر أيضا لهوت المسيح هذه نقطة صادمة لليهود لأنه لا يقدر أحد أن يغفر خطايا إلا الله وكان جواب المسيح لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا برهن الغفران بشفاء المفلوج وأقامه في متى تسع حدث هذا أقام المفلوج لأنه هو الله علم أفكارهم لأنه هو الله علم ما يفكرون فيه أعطى الغفران لأنه هو الله كان موجودا بالجسد لأنه هو الإنسان الكامل فلهوت يحل في نسود فهذه كلها يعني من سيرة حياة المسيح دايما منشوف أنه حتى من خلال أقواله رب السبت أنا هو يعني بتشوف دائما أقوال اللي بتعبر عن لهوت المسيح يعني قد تبدو كلمة رب السبت بسيطة عند القارئ العادي لكن إذا هو مضاقق في الكتاب يدرك تماما أن رب السبت هو يهوى فبحسب خروج 31 الرب يقول لشعب سبوتي تحفظون فالسبوت هي سبوت يهوى والمسيح يقول لقادة الأمة أنا يهوى أنا رب السبت وده يرد على اللي بيقول أين قال المسيح أني أنا الله المسيح يقول أنا رب السبت أنا يهوى المسيح هو رب السبت لا حاجة تاني في متى 13 في مثل الحنطة والزوان يقول الرب أنه في نهاية الدهر سيرسل ابن الإنسان ملائكته ليجمع ابن الإنسان يرسل ملائكته أنا كإنسان عادي ليس لدي فريق من الملائكة لكن عندما يقول ابن الإنسان يرسل ملائكته مزمور 103 يرد على هذا الكلام الملائكة ملائكة من؟ ملائكة يهوى بارك الرب يا ملائكته أي ملائكة يهوى المقتدرون قوة الفعلون أمره عند سماع صوت كلامه فمزمور 103 مع متى 13 مع رؤية 22 يقول يسوع أنا أرسلت ملاكي فالمسيح يرسل ملاكه ابن الإنسان يرسل ملائكته الملائكة ملائكة يهوى فظاهر ناسوت المسيح وظاهر لهوت المسيح طبعا أكيد فيه كتير بالعهل الجديد بس أنا بهاي المرحلة بحب أعطي فرصة لكل مشاهد الخطوط الهواتف مفتوحة أمامك بحب أسمع منك إذا عندك أي اتصال أي استفسار فيك تتواصل معنا ابقوا معي بعد هذا الفصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر من واصل حديثنا المسيح طبيعة أم طبيعتان مع خادم الرب الأخ عياد ظريف أهلا وسهلا أخ عياد أهلا بي من سفر الرؤية يعني يعتبر آخر إصحاحات في الكتاب المقدس إصحاح 22 المسيح بيتكلم عن مجيء ثانية ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي تمام إذا ذهبنا إلى سفر الرؤية باعتبر التوقيع النهائي على الرسالة الإلهية يعني حضرتك لما بتبعت إيميل لازم تيجي في آخر الإيميل وتحط توقيعك من أنت لكي يعرف المستقبل أنك أنت الرسل فإن قلنا أن سفر الرؤية هو الإعلان إلى الرسالة التي ربنا بعتها وهو خاتمة الرسالة الكبرى التي ربنا أرسلها للبشر وهي الكتاب المقدس فإن شهادة ربنا يسوع ينبغي أن يضع توقيعه على خاتمة هذه الرسالة كيف برهن المسيح عن هويتي في هذا السفر وفي هذا الكتاب كله الحياة صاح 22 من سفر الرؤية يحمل لنا شهادات لهوتية في منتهى الجمال عن من هو شخص المسيح من ضمن هذه الشهادات مثلا لما بيقول في عدد ستة ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة الرب إله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا وفي ذات الكلام المسيح يقول أيضا أنا يسوع أرسلت ملاكي فواضح أنه من خلال الآيتين ندرك أن المسيح هو الرب إله الأنبياء القدسين وهذا تعبير أولي عن من هو المسيح الرب هو إله الأنبياء القدسين أي أنه هو يهوى هو الله فظهرت طبيعتي المسيح لهوت المسيح وأيضا ناسوت المسيح لكن مثلا لما تروح لعدد 12 يقول وهأ أنا آتي سريعا وأجرتي معي هذا التصريح أنا آتي سريعا وأجرتي معي هو ذاته الوارد عن يهوى في سفر إشعياء صحة 40 هو ذا السيد الرب يأتي بقدرته ويده تخالص له وأجراته معه فالقائل هذه العبارة بحسب إشعية 40 هو الرب يهوى والقائل هذه العبارة بحسب رؤية 22 هو الرب يسوع أي أنه هو يهوى العهد القديم المسيح هو الله الظاهر في الجسد يقول أيضا أنه هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر أيضا بحسب إشعية 41 الأول والآخر هو مين؟ هو يهوى فالمسيح هنا يبرن أنه ليس مجرد إنسانا لكن هو يهوى البداية والنهاية إلى أن تصل إلى هذا التعليق الرائع في عدد 16 أنا يسوع أنا يسوع أرسلت ملاكي نحن لسا قريبا في عدد 6 الرب وإله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه أنا يسوع أرسلت ملاكي أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وذرية داود إذا حبيت أقول رؤية 22 هو إجابة على سؤال في متة 22 22 مضبوط السؤال الوارد في متة 22 ماذا يقول الناس في المسيح؟ ابن من هو؟ ابن من هو؟ فقالوا هو ابن داود فالرب يقولون كيف يدعوه داود؟ ربا قائلا قال الرب لربي إجلس عن يميني حتى أضع عدائك موطئة لقدامك في مزمور 100 معرفوش يردوا عليه جاءت الإجابة في رؤية 22 فسؤال متة 22 أجيب عنه في رؤية 22 أنا أصل وذرية داود أصل داود أي أنا منشئ داود بحسب لهوتي أنا ذرية داود أي أنا جئت من نسل داود بحسب نسوتي فظهر اللهوت والنسوت أصل داود لهوت نسل داود أو ذرية داود نسوت طيب نواصل حديثنا بس أخد مكالمي من جورج من إرلندا أهلا وسهلا أخ جورج أخ جورج أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا أخ جورج أنت معانا على الهواء أنا أحب أن أتسمي زارك كيف حالك؟ يا هلا كيف حالك أنت أهلين؟ الله يسألك تمام تمام عندي تعليق بسيط عن أولوية المسيح هنا في يحنى الإصحاح 12 تثبت أولوية المسيح بشكل كبير جدا بدون من حدا يتخيل في إصحاح 12 يحنى 12 عدد أربعين بتقول قد أعمى عيونهم لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغضب قلوبهم لأن لا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قل أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنهم تمام فالفقرة هاي بتتكلم عن السيد المسيح تمام بتتكلم عن أشعياء كيف تكلم عن المجد كيف رأى مجد وتكلم عنه لو رجعنا ثاني على أشعياء الإصحاح السادس نشوف الفقرة هاي عن إيش بتتكلم بتحكي في أشعياء الإصحاح السادس في سنة عدد واحد في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسين عالي ومرتفع وأذياله يعني أذيال ثوبه تملأ الهيكل السرافين وقفون حوله لكل واحد ستة أجنحة بثنين يغطي وجوء بثنين يطير وهكذا فبتكلم عن هنا في الترجمة تتكلم عن جهوفة اللي هو يهوة هو اسم الأسماء الله فهنا أشعياء كان بيشوف الله وبعدين بيقول الله بيكلم أو يهوة بيكلم أشعياء النبي أشعياء وبقول له فقال إذا بقول لهذا الشاب اسمعوا سمعا ولا تفهموا ويبصروا إبصارا ولا تعرفوا قالوا ذرق قلب هذا الشاب وثقل أذني واطمس عينيه لألا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويسمع بقلبي وارجع فيشفى يتكلم عن شعب إسرائيل في هذا الوقت كيف أنهم غلظوا قلب هذا الشعب وبيجي في نفس عدد أربعين في يوحانا يتكلم عن كيف أنه قد أعمى عيونهم وأغلط قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم نفس الكلام فهنا يوحانا اللي هو الكاتب طبعا المسيح ما كتبش حاجة صراحة يعني اللي كتب هو أحد تلاميذ يوحانا عن كيف أنه المسيح هو إله العهد القديم هو يهوى العهد القديم وكيف أشعي رأى مجده وتكلم عنه فكل الإشارات هنا واضحة بشكل واضح يعني وبشكل غير مباشر يعني بتنعرف أنه اللي بتكلم عن المسيح تماما أن المسيح هو يهوى هو إله العهد القديم هو الجالس على العرش المحاط بالملائكة بالسراسيم وكل واحد منهم ستة أجنحة وكل واحد منهم بقول أنه قدوس قدوس رب الجنود فإشارة واضحة إلى لهوت السيد المسيح يعني أنه هو مش بس لهوت فقط يعني لكن هو هو الله هو يعني يهوى إله العهد القديم بكل معنى الكلمة تذكر ما فيش مجال نشك أنه المسيح أدنى من أنه هو يكون الله يهوى إله العهد القديم بكل ما تحمل الكلمة من معنى أخ جورج هذا هو تعاليه شكرا أخي حبيبي شكرا شكرا يا أخ جورج أنا كتير مبسوط أنه أسمع هذه المداخلة ربني يباركك ويبارك خدمتك أنا راح أحطك أنهولدي أخ جورج تترك معلوماتك لأنه حاب أتواصل معك ربني يباركك أخ جورج ربني يباركك راح أخذ هاي مكالمة على سكايب من اليمن أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا أخي أهلا وسهلا فيك حبيبي مين معاي أنا هاني من اليمن أهلا وسهلا يا أخ هاني تفضل ربي يباركك وشكرا لك أخ نزار وشكرا لخادم الرب لأخ عياد ضريف ربي يباركك أخياني ويباركك حبيبي أنا عندي مداخلة بسيطة فضل فهي للإنسان العاقل لأنه لما نقرأ في يوحنى واحد من واحد إلى ثلاثة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وكان يعني من السابق من الأزل وبغيره لم يكن شيء مما كان فالرب يسوع المسيح هو عنده الطبيعتين الإنسان الفاهم والعاقل عنده الطبيعة الإلهية وعنده الطبيعة الإنسانية أو البشرية فأنا بعطي مثل ولله المثل الأعلى طبعا المثل للإنسان البسيط الذي يفهمه أنا لو في مجرد نمل النمل هي بطبيعة النمل على أنه تعتبر الإنسان بأنه بيسحقها أو بيدوسها أو يبيدها لكن أنا كإنسان أنا حبيت النمل هذا وحاطهم قدامي في مكان أو في حوض حلو وطلبت منهم أن النملة اللي بتخرج من هذا المكان بتروح في الهاوية بس النمل هم مش فاهمين كلامي ولا هم قادرين أن يستوعبوا كلامي فلذلك أخذت أنا نملة بالقدرة بالقدرة الإلهية أخذت النملة وحطيت روحي فيها روحي هذه أو كلمتي حطيتها داخل النملة الكلمة صارت نملة نملة زيها زي النمل لكن فيها طبيعتين اللي هي كلمتي فصارت النملة المولودة من النمل أصبحت فيها طبيعتين طبيعة إلهية وطبيعة نملية هذا هو مثل يقرب البشر اللي هو أنا كبشر أنا ما بقدر أني أشوف الله اللي محدود وأنا إنسان بشر محدود نعم فهذا هو الطبيعة لأنه الله لما بادر بادر وأعطى لنا الكلمة اللي هو الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد ومجدا فالرب يسوع المسيح هو كلمة الله الأزل وفي نفس الوقت هو بشر مننا لكي نرى الله في صورة الإبن نعم وعندي كمان سؤال للأخ عياد ضريف تفضل ممكن يوضح لنا كيف أو آسف السؤال السؤال ممكن يوضح لي يعني كيف نرى الرب يسوع المسيح في العهد القديم أو في سفر التكوين بالذات لأنه سفر التكوين هو سفر عريق وهو فيه البدايات كل شي شكرا شكرا كتير كتير لك يا أخ هاني ربنا يباركك وتفضل أخ عياد شكرا يا أخ هاني لأجل مدخلتك العهد القديم كله يتكلم عن شخص المسيح يتكلم عن شخص المسيح في صورة نبوات أو صورة رموز أو صورة ظلال المسيح قال مكتوب عني وقال أن موسى كتب عني بما أن سفر التكوين واحد من أصفار موسى إذن أكيد تكلم عن شخص المسيح فنرى المسيح في صورة الرموز في العهد القديم فمثلا الذبيحة التي ذبحت في الجنة لتغطي عري آدم وحوى نرى فيها صورة المسيح الإعلان بالوعد أن ناس للمرأة يصحق رأس الحية نرى فيها صورة لشخص المسيح هابيل الذي قدم من أبكار غنامي ومن ثمانية الذبيحة التي قدمها هابيل نرى فيها أيضا شخص المسيح إصحاق وهو الإبن الوحيد المطيع لأبيه ذهبا إلى المذبح نرى فيها طاعة المسيح حتى الموت الكبش الممسك بقرنيه في تكوين 22 لينوب عن ابن إبراهيم عن إصحاق نرى فيه شخص المسيح يوسف في ألامه وفي أمجاده نرى فيه صورة أيضا لشخص المسيح وهكذا صور كثيرة في العهد القديم تتكلم عن شخص المسيح ملك صادق في تكوين 14 يقول لنا عنه بحسب عبرانين 7 لا بدأت أيام له ولا نهاية أي لم يذكر بدايته ونهايته بلا أب بلا أم لم يذكر أبو وأمه لأنه مشبه بابن الله أي أنه رمز لابن الله الفلك الذي احتمى فيه نوح وأولاده وكان سبب النجاة من الهلاك يتكلم عن شخص المسيح كل هذه الصور نتقابل فيها مع المسيح في سفر التكوين الأخاني كمان ذكر نقطة كثير كثير حلوة كيف الله تواصل مع الإنسان يعني حتى لما الله تكلم مع موسى في العهد القديم على جبل سناء كان فيه رعود كان فيه برق كان فيه زلازل كان فيه نار ونفس الصورة كمان لما تكلم مع إلية كان فيه نار كان فيه زلزلي كان فيه ريح شديدة اللي كسرت السخور الله مش عاوز يرعبنا ولا عاوز يخوفنا لما حب يتجسد نفس الشكل نفس الصورة صورة الإنسان حتى ما يكونش مرعب لإلنا بس الأغرب إنه حتى ولد كطفل يعني في مذود في بيت لحم في تواضع شديد إذا سمحت اللي علق على هذا الكلام الرائع بتحضرتك هو ليه جاه المسيح في صورة الإنسان أخلى نفسه اللي حضرتك قلته ده إخفاء مظاهر المجد ده معنى كلمة الإخلاق أخلى نفسه مش تجرد من مظاهر المجد لكن أخفى مظاهر المجد لأنه أخلى نفسه مش تاركا لكن أخلى نفسه أخذا وليس الإكسبريشهم الكتابي يقولين أنه أخذا أي أنه أخذ طبيعة إنسانية تخفي مظاهر مجد لهدو فكان المسيح بدون التنازل بدون التنازل لأنه يظن كثيرا في كلمة أخلى أنه تخلى ترك المجد وترك العرش ولم يترك المجد ولم يترك العرش ولم يترك القوة والجبروت والتفرد والعظمة لكنه أخف مظاهر العظمة في ثوب الإتضاع آخذا ثورة عبد صائرا في شبه الناس فكان المسيح وهو على الأرض في هيئة بسيطة هو ذات الله القدير ظهر هذا عندما كان في السفينة إنسان بسيط نايم تعبان نسوت لكن آم انطهر الريح الهائج وقال البحر أسكت إبكا بحسب لهوته إنسان بسيط يزور بيت عنيا ويبكي مع الأختين لكن هو ذاته الله الذي قال للعظر هلومة خارجا فهذه المشاهد أظهرت لنا أنه ليس مجرد إنسان لكن الله العظيم أخف مجد لهوته مظاهر لهوته في حجاب النسوت في ثوب الإتضاع في ثوب النسوت يعني إحنا من روحه منرجع ونصل دايما فكرة الفداء وإنه كيف المسيح أخلى أخذ جسد وهي الصورة كمان نشوفها في عبرانيين إصحاح تمام أتنين يعني أخلى أخذ صورة إنسان أو شبه الجسد حتى يقوم بشيء يعني إحنا قلنا بحسب فليب بيتنين أخلى نفسه وأخذ صورة عب أخف مظاهر اللهوت في حجاب النسوت لكن ليه جه في صورة إنسان لماذا التجسد ليه الطبيعة الإنسانية إذا رحنا العبرانين اتنين هنتقبل مع سبع أسباب عن لماذا تجسد المسيح يعود بعضها يولس قد يسوع الذي وضع قليلا عن الملائكة لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد أي أنه وضع قليلا عن الملائكة أي أنه اتخذ صورة إنسان إلى فترة وجيزة يعني في دائرة الإتضاع لكي يذوق بنعمة الله الموت فالغرض الأول الذي لأجله الله ظهر في الجسد لكي يذوق الموت حد يقول لي وليه أقول لك لأنه الله ما يموتش الله روح والروح لا يموت لكن لكي يذوق الموت علشان يكفر عن الخطيئة لازم يأخذ الجسد اللي يموت به على الصليب فبدون جسد الله لا يموت الله روح لكن بالجسد ذهب إلى الصليب ليذوق بنعمة الله الموت فالسبب الأول يقول لي لكي يذوق بنعمة الله الموت وبدون جسد لا يمكن أن يموت فلا يمكن أن يكفر عن الخطيئة سبب ثاني قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما أي أنه أخذ من اللحم والدم ما يلزم ليكون إنسانا لحم ودم بلا خطيئة حد بقى كامل معايس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس فالغرض الثاني للتجسد لكي يدخل المعركة كإنسان وينتصر على الشيطان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت سبب ثالث لأنه لاقب ذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد أي ليكون هو البيونير اللي يجيب الجنس الجديد الأولاد اللي يكونوا على شاكلته الخليقة الجديدة سبب رابع اكتفي به في الآخر لما بيقول لكي يكون رحيما ورئيس كهنة فمن ثم كان يشبه إخواته في كل شيء يعني يبقى عنده طبيعة بشرية زيهم بلا خطيئة لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب أي لكي يجرب آلام البشرية وأحزان البشرية فيكمل لكي يكون رئيس كهنة يرث لنا عندما نتألم مختبرا ومجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيئة لكي يبيد بالموت ويعطق يعني برضو كمان مجيء لتحريرنا وغاية هذه الحرية أن نكون أبناء وبنات للرب عاوز أسألك سؤال طالما أن المسيح إنسان كامل وإحنا شفنا أنه كان معرض للتجارب للتعب للعطش للجوع للحزن البكاء نشوف كل هاي المظاهر الإنسانية وهي اللي بهجمونا كتير فيها يعني أحبائنا المسلمين من غير إدراكم أنه نؤمن بالطبيعة الإلهية أيضا فكون هن دايما يعني بيتكلموا في هذا الموضوع فإذا المسيح إنسان وإنسان كامل هل كان معرض للخطأ؟ نسوط المسيح نسوطا كاملا لم يأتي من تزاوج رجل وإمرأة فلم يحمل معه بزرة الخطية الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعي ابن الله علينا أن نتفق من البداية إنه نسوط المسيح كان لحما ودما إنسانيا بلا خطية عبرانين اتنين أشارت إلى آي قد تشارك الأولاد في اللحم ودم أي كل البشر تشاركوا في لحم ودم ومعه خطية لم يقل عن المسيح تشارك معهم لكن اشترك أيضا كذلك فيهم وده اسم مختلف أو فعل مختلف أخذ ما يلزمه من اللحم والدم ليكون جسدا لكن لم يأخذ معه الخطية التي يشترك فيها كل البشر فولد بنسوط كامل بلا خطية وعاش حياته نسوطا كاملا بلا خطية وذهب إلى المعمودية وفي المعمودية في متة ثلاثة كل المعتمدين اعترفوا أولا بخطاياهم إلا المسيح لم يعترف ولا بخطية لأنه لم يكن لديه خطية يعترف بها إذن اعتمد ليكمل كل بر ذهب إلى التجربة من إبليس ليجرب ليس لاحتمالية الخطأ أو النجاح لكن ليتبرها أنه بلا خطية وصمد أمام هذه التجارب لأنه بلا خطية وهنا بل أنا عايزة أتكلم عنه يعقوب يقول لنا كيف يسقط الإنسان في تجربة إبليس يقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهواته أي أن الشيطان له فينا في كل واحد من البشر الريسيفر اللي جوه اللي بيستقبل إغراءات الشيطان ينجذب وينخدع من شهواته فجاء الشيطان ليجرب المسيح لم يكن في المسيح طبيعة ساقطة تتجاوب مع إغراءات الشيطان فلم يسقط المسيح لم يسقط المسيح لأنه كان بلا خطية ولم يسقط المسيح إلى أن ذهب إلى الصليب وعند الصليب كانت المحكمات الستة من أكبر الدلالات والأدلة التي تقول أنه بالعيب لم أجد فيه علة لم أجد فيه خطية ليكون هو خروف الفصحة الذي ذهب ليموت ليس لعيب فيه لكن لعيب فينا والرب قد وضع عليه اسم جميعنا واحد يقول لي بس يبقى كده مش إنسان كامل ما جربش الإغراءات بتاعتي والإغواءات بتاعتي أقول لك أن المسيح عندما يدخل حياة يعطيني طبيعة إلهية تقاوم الشر المسيح لم يكن في الإمكان أن يسقط لأنه بلا خطية والمولود من الله لا يسقط أيضا لأنه مولود من الله المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمس بس كل واحد فينا بيقع إذا انجزب وانخدع من شهوتي من الطبيعة القديمة اللفية نصرة المسيح اللفية دعونا أضعين علي المسيح في المجد بيشغل وظيفتين رئيس كهنة يرث لضعفات الإنسانية كناسوت في السماء لكن كشفيع بيصد عني هجمات الشيطان اللي بيشتكي لما بقع في الخطية والحقيقة لما واحد يقول لي ما لازم المسيح يجرب غراءات وأغواءات وإنجزابات شيطانية علشان يجي بعد كده يرثلية أقول لك لا المسيح بيرثلية في ضعف البشر الإنساني لأنه جربه يعني جرب الظلم وجرب الفقر وجرب الاضطهاد فبيرثلية في هذه الزاوية عبرانين أربع يقول عنه مجرب في كل شيء بلا بلا خطية طبيعة طبيعته بلا خطية لكن جرب احتياجات الإنسان الطبيعي بعيد عن قصة الخطية يعني الجوع والظلم والعوري جربوا كله عشان يرثلية لكن لم يجرب في دائرة الخطية لأنه كان بلا خطية وهو يعني اللابس النور وساكن في نور لا يدنى منهم فالنور هو الذي يعني يكشف ويفضح كل ظلمة وكل خطأ أخيات احنا وصلنا لنهاية الحلقة وعم نتكلم عن طبيعة المسيح فمن خلال هذا النسوت في هدف وهذا الهدف لازم يحققه المسيح شو اللي عاوزت تتكلمنا فيه المسيح أتى بجساده إلى الأرض ليس ليصنع معجزات ويترك الأرض دون صليب يدئه كررها في أي مكان وفي أي وقت كان يمكنه أن يجري المعجزات وهو في السماء فالله قادر على كل شيء فلم يأتي ليصنع معجزات بجساده ويترك الأرض دون صليب لكن أتى بجساده ليموت على الصليب ليذوق بنعمة الله الموت وموت الصليب هو موت الجسد لكنه قام من الأموات بقوة حياة لا تزول وصعد بجساده إلى السماء واحد يقول تابو احتياجنا للجسد في السماء مش قام بعمل الصليب وخلاص أقول له ذهب بجساده إلى السماء ليكون رئيس أو رأس جنس جديد لكي أنا وكل من يقبل المسيح قبولا حقيقيا يستطيع أن يجد مكانا له في السماء وفي الأبدية هيبقى المسيح بين سوته الكامل المقام من الأموات والممجد إلى أبد الأبدين لكي ندخل نحن معه البشر في علاقة إلى أبد الأبدين وبدون الإيمان بتجسد المسيح وصليب المسيح وقيامة المسيح لن يرى إنسان علاقة صحيحة مع الله العلاقة الصحيحة مع الله معتمدة على الله ظهر في الجسد المسيح مات وظاق بنعمة الله الموت قام وهو الآن في السماء شكرا كتير أخي عياد ربنا يباركك وفعلا يعني حتى لو قلنا معجزات المسيح وتعليم المسيح وحياة المسيح الكاملة الفائقة هي بحد ذاتها إثبات أنه أعظم شخصية في هذا الوجود لكن المسيحية ومحور المسيحية هو الصلب والقيامة فهو الإنسان الكامل والإله الكامل حتى يكون الفادي ويكفر عن خطايا البشرية وفي نفس الوقت يشبع ويرضي الله بصلي أنك تختار يسوع المسيح